السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر مسار آداب وإنسانيات نبدأ اليوم الدرس الأول من الوحية الثالثة والتي هي بعنوان الإحصاء في الدرس الأول الأسئلة الإحصائية والمتغيرات الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية تعريف وتمييز الأسئلة الإحصائية نبدأ الآن أعزائي الطلاب مع فقرة استكشف وبرر منطقياً من الصفحة نمبر 5 بهدف تحسين خدمات الصحية في إحدى البلديات قامت دائرة الصحة فيها بإحصاء عدد الدقائق التي يمضيها مراجع العيادات الصحية في قاعات الانتظار بعد موعدهم المحدد للخص المدرج التكراري أدنى النتائج التي توصلت إليها دائرة الصحة ماذا تلاحظون بشأن هذا التمثيل البياني؟ نعم في البداية نقول بأن الأعمدات تمثل عدد العيادات الصحية نقابل الزمن المستغرق في قاعات الانتظار نلاحظ أن ثمت انقطاع في الفترة الزمنية منزل إلى 50 دقيقة على المحور الأفقي أيضاً نلاحظ أن طول كل فترة زمنية هي 5 دقيقة نلاحظ أن عدد العيادات الصحية عند الطرفين صغير وأكبر في الوسط مع الاستثناء عند الفترة الزمنية من 50 إلى 55 دقيقة أخيراً ماذا يمكنك أن تستنتج من هذا التمثيل البياني؟ نعم أحسن، يتراوح زمن الانتظار في معظم العيادات الصحية ما بين 30 إلى 45 دقيقة والآن سوف أبدأ بترح بعض الأسئلة المتعلقة بهذا التمثيل البياني لنجيب عنها سوياً أ. ما الأسئلة التي يمكن إجابة عنها باستعمال البيانات الواردة في الجدول التكراري؟ نمبر 1. ما هو وسيط الأزمن التي يستغرقها مراجع العيادات الصحية في قاعات الانتظار؟ نمبر 2. ما مدى الأزمن التي يستغرقها مراجع العيادات الصحية في قاعات الانتظار؟ دائرة الصحة مهتمة بمعرفة الأزمنة التي يستغرقها المراجعين في الانتظار يمكن أيضاً للمدراء والأطباء والممرضين الذين يعملون فيها أن يهتموا بهذه المعلومات سي ابن الحجج الرياضية فوجئت مشاعر حين اكتشفت أن الزمن الوسيط الذي ينضيه مراجع العيادات الصحية في قاعات الانتظار ليس أطول من 50 دقيقة وهو عدد الدقائق التي تنضيها في العيادة التي تراجعها ما الأسباب الممكنة التي حالت دون أن تكون البيانات مطابقة لتوقعات مشاعر ما رأيكم أعزاء الطلاب؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول يمكن أن يكون زمن الانتظار في العيادة التي تراجعها مشاعر مرتفعاً نسبياً ولم تكن تعلم أن الزمن في عيادات أخرى أقل من ذلك أو أن نسبة العيادات التي زمن الانتظار فيها أقل هي أكبر في العين التي تم استطلاعها مقارنة مع نسبة هكذا عيادات في البلدية سؤال الأساس ما أنواع الأسئلة المتعلقة بالكميات والعلاقات بين الكميات التي يمكن الإجابة عنها من خلال الإحصاء؟ كما تعلمنا أعزاء الطلاب سوف يتم الإجابة عن هذا السؤال في نهاية الترس ننتقل الآن إلى المثال نمبر ون من الصفحة نمبر فايف إيه؟ لنأخذ الأسئلة التالية السؤال الأول في أي شهر يصادف يوم مولدك؟ السؤال الثاني في أي شهر يصادف يوم مولد غالبية الطلاب في مدرستك؟ ما الفرق بين السؤالين أعلاه؟ هل استطعت عزيز الطالب التوصل إلى الفرق بين السؤالين؟ لنجيب عن هذا السؤال معاً السؤال الأول يمكن الإجابة عنه باستعمال معلومة واحدة أما بالنسبة للسؤال الثاني لا يمكن الإجابة عنه إلا من خلال جمع معلومات كثيرة وتلخيصها لذلك السؤال الثاني نسميه سؤال إحصائي وذلك لأنه لا يمكن إجابة عنه إلا من خلال جمع معلومات أو بيانات كثيرة وتلخيص هذه البيانات إذن عزيز الطالب لابد أنك الآن قد توصلت إلى مفهوم السؤال الإحصائي وكيفية تمييزه عن غيرهم الأسئلة بالنسبة للسؤال الأول يمكن طرح السؤال الأول في استقصاء نجريه للحصول على إجابة عن السؤال الثاني لكن السؤال المحدد الذي يطرح في المقابلات يختلف عن السؤال الإحصائي العام الذي نحاول إجابة عنه من خلال هذا الاستقصاء هناك نصيحة دراسية يمكن تلخيص إجابات الأسئلة الإحصائية من خلال عرضها بطرائق مختلفة مثل التمثيلات بالأعمدة أو التمثيلات بالخطوط أو مخططات الانتشار أو الجداول التكرارية نكمل أيضا مع المثال نمبر 1 من الصفحة نمبر 5 في ألفا رعبي هل يعد كل تمثيل بياني أدناه إجابة عن سؤال إحصائي؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أو الترح سؤال آخر ما أوجه الشبه والاختلاف بين التمثيلين البيانيين؟ ما رأيكم أعزائي الطلاب؟ نعم أحسنتم يتضمن كل من التمثيلين البيانيين لقاطا تمثل البيانات وفي كليهما تتزايد قيم البيانات بشكل عام الإجابات بالنسبة للتمثيل البياني الأول قد تكون متنوعة بما فيها إجابات الطلاب الذين من نفس العمر أما بالنسبة للتمثيل البياني الثاني فكل مسافة تقطع بزمن معين واحد لسرعة معطاة للإجابة عن هذا السؤال نقول بأن التمثيل البياني للمسافة من المنزل إلى المدرسة هو مخطط انتشار ويمثل إجابات مجموعة من الطلاب عن السؤال التالي ما المسافة من منزلك إلى المدرسة؟ هذا سؤال إحصائي لأن الإجابة عنه تتطلب جمع وتلخيص بيانات متنوعة تعطيها مجموعة من الطلاب أما بالنسبة للتمثيل البياني الثاني وهو التمثيل البياني لزمن الرحلة هو نموذج دالة ويمثل إجابات عن السؤال التالي ما الزمن اللازم لقطع مسافة X ميل بسرعة 20 ميل بير أور؟ لهذا السؤال إجابة محددة مسبقا صحيح أن الإجابة تتغير بتغير قيمة X لكن يمكن استنتاجها من دون الحاجة إلى جمع بيانات وبالتالي فإن هذا السؤال ليس سؤالا إحصائيا أما الآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك هذا السؤال من صفحة نمبر 6 نمبر 1 هل كل من السؤالين التاليين سؤال إحصائي؟ ما نوع الفن البصري الأكثر شيوعا؟ التصوير أم الرسم أم النحت؟ ما رأيكم أعزائي الطلاب؟ نعم أحسنتم؟ نعم إنه سؤال إحصائي لأنه بالإمكان الإجابة عنه من خلال جمع إجابات عدة أشخاص بي ما عدد المنحوتات الحجرية التي نحتها الفنان عبد الله؟ ما رأيكم أعزائي الطلاب؟ هل هذا سؤال إحصائي؟ ممتاز لا إنه ليس سؤالا إحصائيا لأن له إجابة واحدة فقط ننتقل الآن إلى طبق من الصفحة نمبر 11 والسؤال نمبر 16 هل السؤال المطروح أدنى سؤال إحصائي؟ وضح إجابتك ما نوع الكتب الأكثر تفضيلا لدى الأطفال؟ القصص الواقعية، الخيال العلمي، الحكايات أم المغامرات؟ ما رأيكم أعزائي الطلاب؟ نعم أحسنتم نعم إنه سؤال إحصائي لأنه بالإمكان الإجابة عنه من خلال جمع إجابات عدة أشخاص بي ما الفئة التي تنتمي إليها قصص سلسلة كليلة ودمنا؟ والآن ما رأيكم هل هذا سؤال إحصائي؟ أحسنتم؟ لا، إنه ليس سؤالا إحصائيا لأن له إجابة واحدة فقط تمتم بخير وإلى لقاء آخر في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياagua أحسنتمون ولكن 40 41 41 41 41 42 42 42 42 41